يعلمون أهلها القرآن ويفسرون لهم معانيه وينشرون لهم علومه ومعارفه فبذله لهم الصحابة وفتحوا لهم صدورهم وأفسحوا لهم مجالسهم فنشأت ما يصح أن نطلق عليها بالمعنى الاصطلاحي اليوم مدارس التفسير فكان منها مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما في مكة ومن أشهر ثلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى بن عباس وطاوس وعطاء ابن أبي رباح وكانت مدرسة أبي بن كعب رضي الله عنه في المدينة وكان من أشهر تلامذته زيد بن أسلم وأبو العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرضي وكانت مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة وكان من أشهر تلامذته علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع وقتادة ابن دعامة وعمر بن شرحبيل وأبو عبد الرحمن السلامي ثم جاء بعد ذلك عهد التدوين فبدأ التدوين في تفسير القرآن العظيم وهو من أجل علومه لكنه دون ضمن تدوين الحديث النبوي وكان ممن دونه في المرحلة الأولى يزيد بن هارون السلمي وشعب بن الحجاج ووكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وغيرهم ثم دون التفسير تدوينا مستقلا فكتبه ودونه بهذا النحو يحيى بن سلام المصري وابن ماجة الإمام والطبري شيخ المفسرين وابن المنذر رحمه الله وابن أبي حاتم وابن حبانا والحاكم وابن مردوي وغيرهم وكل هؤلاء لهم تفسير مستقلة ثم جاء عهد التدوين لعلوم القرآن فدونت علوم القرآن كل علم على انفراده في القرن الثاني فألف الحسن البصري في القراءة وعطاء ابن أبي رباح في غريب القرآن وقتاده في الناسخ والمنسوخ وجاء القرن الثالث فألف أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ وابن المديني في أسباب النزول وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن وتفسير غريب القرآن وجاء القرن الرابع الهجري فألف الزجاج إعراب القرآن وألف ابن درستويه في إعجاز القرآن وألف أبو بكر السجستاني تفسير غريب القرآن وألف الباق اللاني إعجاز القرآن وجاء القرن الخامس فألف الحوفي في إعراب القرآن وألف الماوردي أمثال القرآن وألف الواحدي أسباب النزول وألف ابن ناقيا كتابه الجمان في تشبيهات القرآن وفي القرن السادس ألف الكرماني البرهان في متشابه القرآن والراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن وابن الباشذ الإقناع في القراءات السبع وألف السهيلي مبهمات القرآن وفي القرن السابع ألف السخاوي جمال القراء وكمال الإقراء وابن عبد السلام مجاز القرآن وألف ابن أبي الأصبع كتابه بدائع القرآن وألف محمد ابن أبي بكر الرازي أسئلة القرآن وأجوبتها وجاء القرن الثامن الهجري فكتب ابن القيم التبيان في أقسام القرآن وألف الخراز مورد الضمآن في رسم وضبط القرآن والطوفي كتب الإكسير في علم التفسير وأبو حيان النحوي لغات القرآن وألف ابن كثير كتابه فضائل القرآن وفي القرن التاسع الهجري ألف الحافظ ابن حجر العجاب في بيان الأسباب وألف الكافياجي التيسير في قواعد التفسير والسيوطي رحمه الله ألف كتابه مفحمات الأقران في مبهمات القرآن وكتابه لباب النقول في أسباب النزول وجاء القرن العاشر فألف القسطلاني لطائف الإشارات في علم القراءات وألف أبو يحيى زكريا الأنصاري كتابه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن وألف ابن الشحنة غريب القرآن وجاء القرن الحادي عشر الهجري فألف مرعي الكرمي قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن وألف أحمد بن محمد المقري كتابه إعراب القرآن وألف البناء كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر وفي القرن الثاني عشر الهجري ألف عبد الغني النابلسي كفاية المستفيد في علم التجويد وألف الجمزوري تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن وألف شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب فضائل القرآن وفي القرن الثالث عشر الهجري ألف الدمياطي رسالة في مبادئ التفسير وألف الهوريني الجوهر الفريد في رسم القرآن المجيد وألف ابن حميد العامري الناسخ والمنسوخ وفي القرن الرابع عشر ألف مصطفى صادق الرفعي كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية وألف محمد عبدالله دراز كتابه النبأ العظيم وألف محمد حسين الذهبي كتاب التفسير والمفسرون وكان أول ظهور لمصطلح علوم القرآن بالمعروف عليه الآن كتاب الحاوي في علوم القرآن لمحمد ابن خلف ابن المرزبان المتوفى في السنة التاسعة بعد الثلاثمائة ثم انتقل المصنف إلى الكلام على المؤلفات والمصنفات في علوم القرآن بالاصطلاح المعروف وذكر أن الأشعري أبو الحسن الأشعري ألف كتابه المختزن في علم أو في علوم القرآن وعبيد الله ابن جر الأسدي ألف كتابه الأمد في علوم القرآن ومحمد ابن علي الإدفوي كتابه الاستغناء في علوم القرآن وفي القرن وهذا كان في القرن الرابع وجاء القرن الخامس عفوا أو السادس الهجري فألف ابن الجوزي فهو متوفى في السنة السابعة والتسعين بعد الخمسمائة ألف كتابه فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن والمجتبة في علوم القرآن والمجتبة والمجتنى من المجتبة وجاء القرن السابع الهجري ألف القزويني كتابه الجامع الحريز الحاوي لعلوم كتاب الله العزيز وألف أبو شامة كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز وفي القرن الثامن الهجري جاء الزركشي بدر الدين ألف كتابه البرهان في علوم القرآن وألف ابن تيمية كتابه مقدمة في أصول التفسير في القرن التاسع الهجري ألف أبو علي الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي كتابه الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة في القرن العاشر الهجري ألف جلال الدين السيوطي كتابه التحبير في علوم التفسير وكتاب الإتقان في علوم القرآن ثم ظهر بعد ذلك كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير تأليف ولي الله الدهلوي وجاء ابن عقيلة الحنبلي وألف كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن ثم انتقل المصنف حفظه الله إلى الكلام على المؤلفات في علوم القرآن بمعناه المدون في العصر الحديث فذكر منها كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني رحمه الله وذكر منها كتاب المدخل لدراسة القرآن للدكتور محمد أبو شهبة وذكر منها مباحث في علوم القرآن للدكتور صبح الصالح ومباحث في علوم القرآن للدكتور مناع القطان وذكر منها أيضا التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان لطاهر الجزائري ولمحات في علوم القرآن للشيخ محمد الصباغ وعلوم القرآن للدكتور عدنان زرزور والمنار في علوم القرآن للدكتور محمد علي الحسن ومدخل إلى علوم القرآن للدكتور فاروق حمادة وعلوم القرآن والحديث للشيخ أحمد محمد علي داود ومن علوم القرآن للدكتور فؤاد علي رضا والتبيان في علوم القرآن للدكتور القصبي زلط ودراسات في علوم القرآن للدكتور أمير عبد العزيز والبيان في علوم القرآن للدكتور سليمان بن صالح القرعاوي ويمكن أن يضاف إليها أيضا كتب أخرى ومن أهمها كتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار حفظه الله تعالى ومما لا شك فيه أن التاريخ كله لا يعرف كتابا درسه الدارسون وألف في علومه المؤلفون وصنف فيه المصنفون مثل كتاب الله العزيز القرآن الكريم ولا تزال المؤلفات تدون ولا يزال العلماء وطلبة العلم يبحثون ويتدبرون ولا يزال القرآن نقيا لم تكدره الدلاء وفائضا لم تنقصه كثرة الواردين وسيظل نورا يستضيء به طلاب الحقيقة وهذا يهتدي به الناس إلى يوم القيامة وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة أسئلة الواجب السؤال الأول عرف العلم لغة واصطلاحا السؤال الثاني عرف القرآن لغة واصطلاحا واشرح تعريف القرآن في الاصطلاح السؤال الثالث عرف علوم القرآن بمعناه كفن مدون السؤال الرابع قارن وفرق بين القرآن الكريم والحديث الإلهي والقدسي السؤال الخامس اذكر خمسة من أسماء القرآن وخمسة من صفاته أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته